طبعا تحية لك ولمشاهدين ولمشاهدات ثم بالنسبة للسوق نعم من السبوع الماضي فعلا كان هناك ارتداد قوي ولكنه لم يكن ارتدادا فعليا بحكم أن عاد المرة أخرى وزار 9400 المشكلة كانت هي لما يكون عندك ارتداد حقيقي لا بد أن يكون أي جني أرباح يصحبه دخول سيولة عالية في الأمس طبعا في نهاية التداول خاصة في النصة على أخيرة وجدنا فيه دخول سيولة قوية تجاوزت المليار في النصة على أخيرة وهو يعتبر أعلى من المعدل التي شهدناه في الفترات السابقة إلا أن اليوم أيضا وإن كان ارتد المنطقة الخضرة ما زالت السيولة تعاني يعني ما زالت السيولة في انخفاض بما يعني أننا لا نستطيع الجزء بعملية الارتداد الارتداد فعلي ربما أن السوق فعلي يعني سيستمر في عملية التذبذبات ربما تكون ضيقة إذا لم تستجد أحداث جديدة على مستوى الجيوة السياسية الظروف التي كائنة في الدول المجاورة فربما يكون ذبذبة يعني ما هي قوية جدا يكون بحدود من 9400 إلى حدود 9600 حتى يعني استكمال إعلان النتائج بعدها يتحدد المسار الفعلي المؤشر نعم ما هي توقعاتك دكتور سعود لسابك يعني احنا يمكن على مدار التراجعات التي شهدها السوق كان خسر أكثر من 6% تقريبا في ظل هذا الارتداد إلى المنطقة الخضراء ما هي التوقعات للسهم هل سنرى أيضا مواكبة لسهم ارتفاعاته كما يحدث للمؤشر طبعا لا شك بالنسبة للنتائج الربعية لقابة قوسية وأدنى لها فعلا سيكون لها تأثير وواضح على مسار السوق لفترة قادمة طبعا عملية الشركات البترو كيميكال كما نعلم نتائجها تخضع لعوامل خارجية فبالتالي ربما لا نستطيع أن نجزم بتحسن نتائج شركة سابك في الربع القادم هذا أو النصف الأول لكن على وجه العموم لن تكون بعيدة عن مستوىها في الفترة الماضية وربما أن يكون الحصان الأسود القائد للسوق هو المصارف لأن المصارف تعودنا أو بدأنا نحس بتحسن الحوض من الربع السابق وربما أن المصارف تواصل فعلا نمو أرباح حالة سيما أن الوضع الحالي ووضع السوق المحلي يدعم عملية التوسع وزيادة الأرباح اليوم الخبر الأبرز بالسوق هو فيما يخص قطاع الاتصالات من زين السعودية التي ذكرت بأنها وقعت اتفاقيات بقيمة أربع مليارات وخمسمائة مليون لتوسيع شبكتها اليوم قطاع الاتصالات مرتفع ضمن هذا الارتفاع لأن يشهد السوق بأكثر من 21 نقطة المئوية دكتور سعود كيف ترى هذه التوسعة بالنسبة لشبكات زين كيف سيكون أثرها على السهم وأيضا ربما على الربحية والإيرادات خلال الفترة القادمة طبعا إذا أخذنا أرباح شركة زين للربع السابق وجدنا أن الخسائر انخفضت انخفاض ملحوظ وأعطى نوع من الإشارة الإيجابية والتفاؤل أنها تستمر في عملية انخفاض الخسائر ربما أن الربع الثالث أو الربع الرابع تبدأ تتحول من الخسارة إلى الربح إذا استمرت في هذا المعدل من خلال الضغط على الخسائر سواء من المصروفات أو عملية زيادة حصتها في السوق من خلال توسعها في النمو وحصول على إيرادات عالية طبعا الشركة أعطت نوع من التفاؤل وهذا الذي جعل اليوم السهم يتفاعل كثيرا وهو أن النتائج الإيجابية سوف تكون ملحوظة امتداء من الربع الثالث يعني الربع الثالث من هذه السنة يعني قريب جدا فهذا أعطى نوع من الطمأنينة أن الشركة فعلا متوجها توجها إيجابيا يعني كان الربع الأول كان عملية الضغط على المصروفات الآن بدأت تحاول ليس فقط تضغط على المصروفات بل تتوسع بمعنى أن كل شبكتها تتوسع أكثر لأجل أن تنمو وتحصل على حصة عالية لأن كما نعلم في النهاية عملية الإيرادات التي تحصل عليها من خلال التوسع في السوق السعودي هو الذي سيضمن بقاها واستمرارها وخروجها من دائرة الخسائر هل هذا التوسع سيكون له تعزيل للمنافسة دكتور سعود خصوصا بأن قطاع الاتصالات الفترة الماضية يمكن فقط صفقة استحواذ قد تتم بين بيانات وبين شركة عذيب وبالتالي قطاع الاتصالات بشكل عام إلى أي مدى ترى في أن المنافسة ستكون هي التحدي الأكبر ما بين الشركات المتبقية يعني إذا استثنين عذيب وعملية الاستحواذ التي تم إلغاءها أنا في تصوري بالنسبة طبعا لشركة موبايل وشركة اتصالات السعودية هي اللي ماسكي السوق بشكل بدرجة عالية وبالتالي الخوف هو من الشركة الثالث شركة الزين وفي تصوري إذا أخذنا المعطيات السابقة الربع السابق والتفاؤل الذي وضح في الإعلان الربع الثالث هذا سيبدأ تحسن نتائج الشركة يمكن أن نمهل الشركة فعلا إلى نهاية هذه السنة هل فعلا تستمر في عملية انخفاض خسائرها ومن ثم التحول من خسائر الأرباح بعدها نستطيع الحكم فعلا أن شركة الزين بدأت تقوى على المنافسة وتستطيع فعلا أنها تنمي حصتها بشكل إيجابي في السوق أما قبل ذلك فالمسألة هي مسألة انتظار نحن متفائلين وفقا للإعلانات ووفقا لنتائج الربع الأول من هذه السنة لكن النتائج الربع لوحدها لا تكفي للحكم ففي تصوري أن مع نهاية السنة تكون الصورة واضحة جدا حول شركة زين دكتورة صورة